الري نواجه مشكلة كبيرة بسبب القمامة ونناشد المواطنين الحفاظ على الترع علق المهندس محمد غانم المتحدد باسم وزارة الري على امتلاء ترعة سقارة البحرية بالقمامة مؤكداً أن أجهزة تحركت لرفع المخلفات بشكل فوري وتمت إزالتها مضيفاً إحنا بنواجه مشكلة كبيرة وتحدي كبير وإحنا عايزين المواطن هو اللي يحمي الترع وقال غانم في تصريحاته أن مشروع تبطين الترع هو مشروع قومي يهدف لتغيير شكل الريف المصري لشكل جميل وحضاري لافتاً أن المشروع أحد مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري وأكد أن وزارة الري قامت بدورها في مسألة تطوير وتبطين الترع وأن بعض المواطنين يهدرون هذا المجهود عن طريق بعض السلوكيات الخاطئة ومنها رمي القمامة في الترع لافتاً إلى أن وزارة الري تقوم بدورها في تطهير الترع وتنظيفها مطالباً بوجود تحرك من كل الأجهزة للقضاء على ظاهرة تلويث الترع